مرحبا معكم دكتورة أبرار سعادة طبو جراحة الفم والأسنان اليوم رح نحكي عن موضوع تآكل الأسنان تآكل الأسنان بنقسم لقسمين رئيسيين اللي هو تآكل الأسنان نتيجه لتسوّس وتآكل الأسنان غير ناجم عن التسوّس تآكل الأسنان الناجم عن التسوّس رح نحكي فيه فيما بعد بس تآكل الأسنان الناجم عن غير التسوّس بنقسم لعدة حالات في عنا أول حالة اللي هي الأترشن أترشن يعني تآكل الأسنان نتيجة لإحتكاكها الدائم في بعض وإحنا عادة هاي الأشياء بتصير عند الناس اللي عندهم قلق خلال النهار أو الليل فالأسنان بتظلها تحك في بعضها فترة طويلة نتيجة لهذا الموضوع بتصير طبقة المينة تخف فبنتالي بسبب عندنا هذا الموضوع تآكل الأسنان الشغلة الثانية في تآكل الأسنان الناجمة عن غير التسويس اللي هو الاروجين أو التآكل نتيجة لاستخدام الأحماض سواء أو التعرض للأحماض سواء الداخلية أو الخارجية كيف يعني؟ يعني في ناس عندهم أسباب مرضية تسمى ارتداد المريء ارتداد المريء هذا بيخلي حمض المعدة يطلع للمريء وأحيانا ممكن يوصل لأسنان فهذا الموضوع بسبب عندنا تآكل الأسنان بالسطوح الداخلية للسن أو استخدام المفرط للأحماض مثل الليمون والمخللات ووائل آخره هاي الأشياء بتسبب تآكل في الأسطح الأمامية أو الخارجية للأسنان النوع الثالث من تآكل الأسنان الناجمة عن غير التسويس اللي هو الابريجن ابريجن نتيجة للاستخدامات الخارجية الخاطئة للأسنان وبتستغربوا إنه من الأشياء الخاطئة اللي بتسبب تآكل للأسنان اللي هي كثرة استخدام فرشاية الأسنان يعني الشي زايد عن حده ممكن يقلب ضده ويصير موضوع بدل ما أنت كتير خايف على أسنانك وحاب بتحافظ عليها فعم بتفرشيها أحيانا سبع أو تمن مرات في اليوم هذا الإشي يسبب تآكلها للأسنان وممكن يسبب عندنا بعد هيك آلام بالأسنان غير معروفة بالنسبة للمريض فلما بيجي بقولنا والله أسنان عم بتوجعنا بس ما فيها لا تسوس ولا شي بيكون بلش حت المنطقة الخارجية من السن نتيجة للاكثار من استخدام فرشاية الأسنان في عنا كمان بعض الأشياء الخاطئة اللي بيعملوها المرضى ممكن تسبب لتآكل الأسنان اللي هو الأكل المستمر للبزر استخدام الأدوات الحادة مثلا بفتح الأدوات الحادة بالأسنان في ناس كتير بتعود على غطاية الألم هذي الأشياء كلها ممكن تسبب لتآكل الأسنان بالنهاية ديروا بالكم على صحة أسنانكم لأنه ما في شي ممكن يعوض صحة السن الطبيعي وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة